على أوجاع المدنيين تستمر حرب السودان بينما يخفط صوت التقارب ترتفع أصوات المدافع في كل جبهات القتال في أمدرمان التي تسيطر القوات المسلحة على معظم أحيائها يقول الجيش إنه استولى على مخازن للسلاح واستعاد عدة أحياء بمنطقة أمبادة غربي أمدرمان لكن قوات الدعم السريع تقول إنها نفذت عمليات تمشيط واسعة في المدينة وتتهم الجيش باستهداف المدنيين بالطيران تحشيد كبير في جبهة أخرى حيث تستمر المواجهات في منطقة جبل مويل استراتيجية وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بينما تضرب مسيرات الدعم السريع مواقع الجيش في القضارف والمناقل ونهر النيل ورغم الجهود الدولية الحثيثة لا تزال بوادر الوصول إلى حل بعيدة المنال في ظل اجتداد حدة الصراع حرب السوداني جعلت أكثر من عشرة ملايين سوداني يمثلون نحو عشرين في المئة من عدد السكان في عداد النازحين نازحون تستقبلهم مدن مهددة بتمدد الاشتباكات إليها بحسب منظمة الهجرة الدولية مخاوف استمرار الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع وتمدد آثارها العسكرية والإنسانية تقض مضاجع المجتمع الدولي وقبلها تؤرق المدنيين المكتوين بنيران الرصاص والنزوح والجوع والأمراض محمد إبراهيم لقناة الغد